طبعا حضراتكم تابعتم من الأخبار وزملائنا في الأخبار وهم يتحدثون عن التقس التقس اللي بيتغير أحواله وشفنا التقس في أوروبا عامل إزاي لو جبت مؤشر التقس على العواصم الأوروبية أهم عاصمتين في أوروبا باريس درجة الحرارة اليوم 40 وأيضا لندن درجة الحرارة 40 ويمكن بريطانيا كلها عندها مشكلة نعرض في درجات الحرارة وعندهم تحذيرات بقالهم كذا يوم بالنسبة للحرارة ده اللي بياخدنا تماما إلى التغير المناخي يعني بالذات أوروبا لم تشهد هذه الموجات الخاصة من الحرارة وده اللي خلق كل المؤتمرات الخاصة بالمناخ اللي تتحدث دائما عن التغيرات المناخية الكبيرة والكثيرة والمتغيرة بشكل كبير لو من مؤتمر باريس للمناخ جالاسكو وأيضا وجود السيد الرئيس كان في ألمانيا بيترسبرج كله يتحدث عن التغيرات المناخية إذا كانت أوروبا بهذا الحال فأيضا تغيرات المناخية سببت لأفريقيا ولنا أيضا تغيرات من نوع آخر خاصة بالزراعة خاصة بأشياء كثيرة الإنبعاسات الأشياء التلوث حاجات كثيرة جدا وربما هذا ما يحرص عليه دائما السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلامه بأنه يكون هناك اهتمام كبير جدا بالتغير المناخية علشان لا يؤثر لا على البنية الزراعية ولا على المقدرات خاصة في أفريقيا وهي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية على الصعيد الاجتماعي هتلاقي في أوروبا مشاكل كثيرة جدا الناس تبحث على الصعيد الاجتماعي عن أشياء بسيطة عن مروحة عن هوى عن إمتى هذه الموجة تنتهي وكأنك تعيش في المنطقة العربية التي اعتادت على حرارة الشمس هذا هو العالم الذي يتغير حتى في المناخ